نقلت مصادر حكومية وسياسية مطلعة أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يسعى إلى تقديم كابينته قبيل شهر رمضان سيما وإن أكمل بشكل شبه نهائي الاتفاق مع الكتل السياسية والشيعية فيما يخص التمثيل الوزاري واستحقاقهم في الحكومة الجديدة المصادر أكدت أيضا أن المكلف الثالث ينتظر لقاء القوى الكردستانية للجلوس معها والتباحث بشأن الكابينة الجديدة وهذا ما دع القوى الكردية أن تقوم بزيارة رفيعة المستوى إلى بغداد وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وعضوية وزيري التخطيط والإقليم دارا رشيد وخالد شواني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم أوميت صباح أبرز الأسماء التي ستكون حاضرة مع الوفد لبحث مستقبل الرواتب والملف النفطي إضافة إلى التمثيل الحكومي في فريق الكاظم الجديد رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان ليفيان صبري أكدت في تصريحات متلفزة تابعتها الرشيد أن الكرد ستبقى لهم ثلاث وزارات اثنتان منها للحزب الديمقراطي وهما المالية والكهرباء وواحدة للاتحاد الوطني وهي وزارة العدل ووزارتين للتركمان والمسيحيين حسب تعبيرها من جانب آخر يرفض نواب التحالف الشيعي الإبقاء على عدد من وزارات حكومة عبد المهد المستقيل حيث رفض النائب يوسف الكلابي في تصريحات خاصة بها الرشيد في لقاء مسبقة الإبقاء على وزراء المرحلة السابقة لأسباب عديدة أما آخرون فأكدوا أنهم سيقفون بالضد في جلسة منح الثقة للكاظمي في حال جاء بشخصيات من داخل الأحزاب الكردية على وجه التحديد هذا وقد أكد الكاظمي في تغريدة الله أن المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية ونحاول تجاوز المعاوقات على أساس الحوار الإيجابي مضيفا أننا نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس ويستبعد مراقبون أن يعقد البرلمان جلسة منح الثقة قبيل رمضان بسبب التفكك السياسي داخل الأحزاب الحاكمة التي خولت الكاظمي حرية الاختيار الوزاري علنا وتضغط عليه سرا للقبول بمرشحين من داخل الغرف الحزبية ما يعقد من المشهد ويزيد من الأزمة الحالية أكدا